السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام الوحدة أن يرحل الذي كان يعتني بتفاصيله وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع المحامية بارك بعد ما بترجع من شغلها ولما بتدخل البيت بتلاحظ أن بنتها جينا مش موجودة فبتدور عليها في البيت لكنها ما بتلاقيهاش فبتتصل ببابها سون وبتسأله إذا كانت جينا عنده فبيقول لها أنه ما شافهاش وأثناء ما هي بتدور بتكتشف أن جينا مستخبية منها فبتقفل مع سون وبتدخل لجينا سررها وبتفاجئها وهنا بتتكلم جينا مع مامتها وبتقول لها أنها مش عايزة تروح لبابها في أمريكا فبتقول لها بارك تبطل تتصرف كطفلة لأنها قالت أنها عايزة تروح هناك ولازم تتحمل نتيجة كلامها وقراراتها فبتقول لها جينا أنها لما قالت كده كان أصداها أنها تيجي معاها فبتقول لها بارك أنها ما تقدرش تسافر وتسيب شغلها وتاني يوم بارك بتصحي جينا من النوم علشان تدربها مع ديفيد الشخص اللي بيعلمها اللغة الإنجليزية وأسلوب الحياة في أمريكا وبتروح بارك على شغلها لكنها بتكون محتارة مين هياخد باله من جينا بعدما طردت جليسة الأطفال بسبب إهمالها فبتكلم سون وبتطلب منه يروح ياخد جينا من عند ديفيد ويخلي باله منها لحد ما تيجي فبيلبي السون وبيروح لجينا وأول ما بتشوفه بتجري عليه وبتحضنه وبيكون واضح قد إيه جينا بتحب جدها وبياخدها البيت وبيعمل لها الأكل اللي بتحبه وبتكون قاعدة تتفرج على الكرتون فبيقول لها سون إن بارك محظراء إنها تتفرج على الكرتون وقالت له إنها لازم تعمل واجباتها الأول فبتبصله جينا وبتضحك وبتقوله إن لو ما حكاش لما مطها فأكيد مش هتعرف وبيضحكه سوا لحد ما فجأة بيسمعه صوت الباب يتفتح فبتقفل جينا الكرتون علشان ممطها ما تشوفهاش وأول ما بتدخل بتسألها إذا كانت عملت واجبها ولا لا فبيقول لها سون إنه كان لسه بيطلب منها تعمله حالا وبالليل بيكون سون قاعد مع جينا في قضيتها وبتقوله إن واضح إن ممطها عايزها تسافر أمريكا في أسرع وقت وبتسأله إذا كان هيجي لها هناك في يوم من الأيام فبيقول لها إن أكيد ده هيحصل في يوم من الأيام وبتكلم جدها عن نجم في السماء وبتقوله إنه مميز جدا واسمه كاسيوبيا وبتقوله إنه قل مع نجم موجود في الفضاء وبعدين بيسيبها تنام وبيخرج يسأل بارك إذا كانت لقيت جليسة أطفال جديدة فبتقوله إنها لسه بتدور فبيعرض عليها إنه يقعد معاها لآخر الأسبوع لحد ما جينا تسافر ولإن بارك بتكون مشغولة فبترد عليه بعدم اهتمام فبيسيبها وبيمشي وتاني يوم بالليل بتطلب جينا من ممتها إنها تكلم ممت صاحبتها علشان تروح تلعب معاها فبتفكرها بارك بالحاجات الكتير اللي لازم تعملها قبل ما تسافر فبتفضل جينا تعيط وبتقول لها إنها طفلة وأي طفلة أهم حاجة عندها هي اللعب وبتطلب منها ما تقللش من اهتمامتها بالشكل ده وبتطلع جينا البيت مع جدها وبتسأله جينا إذا كانت ممتها متضايقة بسببها فبيقول لها جدها إن ممتها بتحبها جدا ومستحيل تتضايق منها لكنها مش بتعرف تعبر عن اللجواها وبعد شوية بتدخل بارك الجينا قضيتها وبيقعدوا مع بعض في سرير جينا وبتشاور جينا البارك على نجمة كاسيوبيا اللي بتكون مهووسة بيها وتاني يوم بيروح سونو بارك مع جينا لتدريب ديفيد وبعد ما بتخلص جينا التدريب بتروح لممتها وبتقول لها إنها خبت لها هدية هنا في الحديقة وبتطلب منها بعد ما تسافر تيجي تدور عليها كويس جدا وتلاقيها وتاني يوم بيكون يوم سفر جينا فبتحضر جينا شنطتها وبتشوف سونو هو بيغسل أسنانه فبتستغرب لإنه كان لسه غسلها من شوية ولما بتسأله بيقول لها إنه تعود على غسلها كل يوم الساعة 11 وما بقاش يقدر يفوت يوم من غير ما يغسلها في نفس الواق وبيقول لجينا إن أي عادة تحطها في اليوم حتى لو كانت بسيطة بتحسسها إنها عايشة وبعد ما بيحط الشنط في العربية بيجي اتصال لبارك من الشغل وبينطلب منها تبعت ملفات حالا فبتتدايق بارك وبتطلب من سونو يروح مع جينا المطار علشان ما تتأخرش على الطيارة وهي هتجيلهم على هناك ترجع بارك البيت مرة تانية وبتبعت الملفات وبتروح بسرعة علشان تلحق جينا لكنها بتتصدم لما بتلاقي إن عربيتها اللي المفروض سونو تحرك بيها هو وجينا موجودة في الجراش وهنا بيجيلها اتصال تاني من الشغل بيستعجلوها علشان تيجي فبتتعصب بارك عليهم وبتقول لهم إنها مش هتقدر تيجي وبتتصل بسونو وبتسأله عن مكانه فبيقول لها إنه في السوق فبتتصدم بارك وبتقوله إن المفروض يكون مع جينا فبيستغرب سونو من كلامها وبيقرر إنه ياخدها المستشفى وهناك بيتضح إن بارك بتعاني من مرض الزهايمر والخرف المبكر وإنها طول الوقت اللي فات فكرة إن بنتها لسه في طريقها للمطار بالرغم من إنها سفرت من يومين وبيقول الدكتور إن للأسف الحالة لما بتيجي للشباب بتتطور بشكل سريع وبيقول لسونو إن الفترة اللي جاية هتكون صعبة عليها وهتعدي بفترات مزاجية متقلبة بشكل كبير فبتخرج بارك من عند الدكتور وهي مصدومة وحزينة من اللي سمعته وبتسأل باباها إذا كانت جينا وصلت لباباها كويسة فبيقول لها سون أيوة وهنا مش بتقدر بارك إنها تمسك نفسها وبتنهار تماماً وبتقول إنها ما عملتش أي حاجة في حياتها علشان يكون ده مصرها فبيهديها سونو بيقول لها إنه فخور بيها لإنها قدرت تتحمل مرضها طول الفترة اللي فاتت وبيعد الوقت وبتبدأ أعراض الزهايمر تبان على بارك أثناء جلستها مع الدكتورة اللي بتطلب منها تكرر وراها الكلام اللي هتقوله لكن بتلاقي بارك صعوبة في إنها تفتكر الكلام اللي قالته الدكتورة لدرجة إنها حتى بتنسى هي بتركب إيه كل يوم الصبح وهي رايحة لشغلها وبترجع بارك البيت وبيكون معاها سون وبتكلم جينا عن طريق الإنترنت وبيتكلم معاها طالقها وبيقول لها إن جينا عملت صداقات جديدة أول ما وصلت وعلى الرغم من حالة بارك إلا إنها بتكون فرحانة جدا بجينا وتاني يوم بتنزل بارك الشغل لكنها بتكون رايحة بلبس مش مناسب خالص وده بيخلي كل زميلها يفضلوا يبصوا عليها لحد ما واحدة زميلتها في المكتب بتنبيها اللبسها فبتعتذر بارك وبتقول لهم إنها أكيد نزلت مستعجلة وبترفض تحكي لهم عن مرضها وبنفس الوقت سون بيروح لمركز متخصص لعلاج حالات الزهايمر وبيسألهم هناك عن جلسات الاستماع لمرضى الخرف فبيقولوله إنها للأسف خلصت الشهر ده لكنه يقدر ييجي الشهر اللي جاي وبيقترحوا عليه إنه ينضم المجموعة المساعدة اللي بيعملوها وهناك يقول لهم على معلومات حالة المريضة اللي عنده ويساعد باقي الموجودين هناك فبيقول لهم سون إنه هيفكر وبيروح لبيت وبيفضل قاعد لوحده ولما بيخبط الباب وبيفتح بيلاقيها بارك فبيستغرب إنها جات بدري بالشكل ده فبيقوله إنها حسد بالتعب ورجعت من الشغل بدري وأثناء ما سون بيديها الدوة بتقوله بارك إنها لازم تلاقي جليسة لبنتهم فأسرع وقت ممكن وبترجع تاني تتخيل إن بنتها لسه ما سافرتش فبيبصلها باباها بحزن جدا وبيبدأ إنه يكتب كل الأفعال اللي بتعملها بارك خلال اليوم علشان يعرضها على الدكتور اللي بيعالجها والتاني يوم في الشغل بيكونوا عرفوا إن بارك بتعدي بأزمة صحية وبيفضلوا يسألوها عن القضايا اللي كانت مسكاها لكنها مش بتفتكر أي قضية فيهم فبتضطر إنها تعترف لهم إن عندها الزهايمر وبنفس الوقت بيروح سون مجموعة المساعدة وهناك بيقولهم إن المريضة مش زوجته ولا أخته لكنها تبقى بنته فبيستغرب الفريق المعالج إن المريضة سنها صغير وبيقولهم إن بنته تبقى كل حاجة بالنسباله وبيترجاهم يعملوا معاها اللي يقدروا عليه وأثناء ما بارك راجع من شغلها بتنسى مكان البيت فبتركن عربيتها وبتتصل ببواها فبييجي علشان ياخدها وبيلاقيها قاعدة على الرصيف منهارة بسبب اللي بيحصل لها فبياخدها سون البيت وبعد شوية بتتصل جينة بيها وبتحكي لها عن ناس كانتكلمتها عنهم قبل كده لكن بارك بيكون ناسية الناس دي وردها على جينة بيخليها تستغرب فبياخد منها سون الجهاز وبيقول لجينة إن ما متها تعبانة شوية الفترة دي ومحتاجة ترتاح وبيقفل معاها وتاني يوم الصبح أثناء ما بارك بتكون ركبة مع سون العربية بتقوله بخف وحزن لما ييجي اليوم اللي ما تتعرفش فيه على بنتها لازم يوديها المصحة وبعد لحظات بتنهار جدا وبتقوله إنها خايفة جدا من اليوم ده وبتقوله إن جينة ما ينفعش تعرف أي حاجة عن اللي بتمر بيه وبيروحوا على المركز وبيكون سون قاعد جنب بارك لكن واحدة من اللي شغالين هناك بتكون فاكرة إن سون هو المريض فبتبصلها بارك وبتتعصب عليها وبتقول لها ما تتعاملش مع باباها على أساس إنه المريض لإن هي المريضة وبيكون تقلب المزاج واضح جدا على بارك في كل تصرفاتها وبتكون حالة بارك النفسية تعبانة جدا ولما بترجع البيت بتحاول إنها تنتحر لكن بينقذها سون في آخر لحظات وبيبدأ يتعب من الوضع اللي هم فيه وبيقول لها ما تخليهوش يعيش باقي حياته تعيس ومتفكرش تعمل حاجة زي دي مرة تانية فبتعتذر له بارك وبتوعده إنها مش هتكرر ده تاني ومع مرور الأيام بتسوق حالة بارك وفي يوم بتكلم جينا وبتفكرها بنجم كاسيوبيا فبتقول لها بارك إنها فكرة وبتسألها جينا إذا كانت لقيت الهدية اللي سبتها لها فبتسألها بارك هدية إيه فبتقول لها جينا إنها قالت لها إنها سيبالها هدية عندما كان تدريب ديفيد وهتلاقي علامة هناك تقدر توصلها للهدية فبتبضل بارك بصى الجينا وتعبير وشها بتتغير وهي بتتكلم وكأنها بقتايها وهنا بتسأل بنتها اسمها إيه فبيبصلها سون وبيمسك إيديها وبيحاول يفوقها من حالة النسيان فبتسألوا إيه اللي حصل فبيقول لها مفيش حاجة وتاني يوم بيكون في مشكلة فقضية من الأواضي اللي كانت مسكها بارك فبيروحوا المحكمة واللي كانوا شغالين مع بارك في المكتب بيتكلموا مع القاضي وبيقولوله عن حالة بارك المرضية وإنها كانت مريضة أثناء القضية دي وبكده ما تبقاش مزنبة في أي حاجة فبيسأل القاضي بارك عن تفاصيل القضية أو أي حاجة تعرفها عنها لكن بيكون واضح إن بارك فقدت الإدراك بكل الأحداث اللي بتحصل حواليها لدرجة إنها بتتبول وهي قاعدة من غير ما تحس فبيقوم سون وناس من المحكمة علشان يساعدوها ومع مرور الواق بنشوف بارك وهي في أسوأ حالتها وكأنها طفلة لسه موجودة غير مدركة لأي شيء حواليها وفي يوم وأثناء ما هي ماشية هي وسون بتشوف العلامة اللي قلت لها عليها جينا وبتلاقي الهدية اللي كانت سايبها لها فبتروح بيها البيت وبتكون عبارة عن مجموعة ورق مكتوب عليه جمل من جينا لكن بتفضل بارك تبص لها وبتلعب بيها لحد ما الباب بيخبط وبيكون واحد من المركز ومعه واحد علشان تعتني ببارك وبيكون واضح عليها إنها مهووسة بالنظام وأول ما بتدخل بتعلق على رعاية سون لبارك وبتقوله إنه ما ينفعش يأكلها أكل جاهز باستمرار وإنها محتاجة تتغزة بطريقة معينة فبيتعصب عليها سون وبيطردها لكنها بتقوله إن الموضوع مش سهل زي ما هو متخيل ولو فاكر إن بارك هتفضل قاعدة كويسة دايما فيبقى غلطان لإن الموضوع هيتطور جدا لكن سون ما بيهتمش وبيطردهم وبيقرر يعتني هو ببارك وفي يوم حالة بارك بتضهور خالص ولما بييجي سون علشان يغير لها بتنسى بارك إنه باباها وبترفض وبيحاول سون إنه يهديها وبيفكرها بنفسه ولما مش بيقدر بيضطر إنه يضرابها علشان يقدر يغير لها وهنا بيقرر سون إنه ياخد بارك للمصحة زي ما طلبت منه وبقمة الحزن على بنته بيلبسها وبيزبط لها شعرها وبيقول لها تخلي بالها من نفسها هناك وبتعد الأيام وبتخلص بارك مدتها في المصحة وبيخرج معاها مندوب من المصحة وبيتصل بسون وبيبلغوا إنه هيوصل بارك لبيتها ولما بيوصلوا البيت بيشوف المندوب جدول الأعمال اللي بيكون سون عاملوا لبنته زي إنها تغسل أسنانها في وقت وترمي المخلفات في وقت وغيرها من المهام وده علشان تقدر بارك تعيش حياة عادية فبيعجب المندوب اللي عملوا سون لبنته وبيقول لها إن باباها على وصول وبيسيبها وبيمشي لكن بعد شوية بنتفاجئ إن سون وهو في طريق البيت بنته بيعمل حدثة خطيرة فبتكلمها المستشفى وبتقول لها على اللي حصل لكن للأسف استوعاب بارك للكلام بيكون معدوم ومش بتعرف هي المفروض تعمل إيه وكل اللي بتعمله إنها بتطلع المخلفات برا البيت وكأن مفيش حاجة حصلت وبتعد الأيام وبتبقى بارك في بيتها وسون في المستشفى لحد ما في يوم بتكون في الشارع ومش عارفة هي رايحة فين وفجأة بتمسك إيديها بنتها جينا هي وطلقها اللي رجعوا من أمريكا بعد ما عرفوا كل حاجة عن اللي بتمر بيه بارك وبياخدوها لسون اللي بيكون قلقان على بارك أبطر من قلق على نفسه ولما بتدخله بيسألها إذا كانت عرفاه فبيبصلوا بارك وبتقولوا أيوة وبتخرب بارك برا لقوضة لجينا بنتها اللي بتسألها إذا كانت عرفاها ولا لأ فبتقول لها بارك إنها جميلة جدا فبتفهم جينا إن بارك مش عرفاها فبتقول لها جينا وهي بتعيط إن عمرها ما كانت ضعيفة وإنها متأكدة إنها تقدر تعد المحنة اللي هي فيها دي مهما كانت صعبة وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم شكرا